يا نهر ابيض يا نهر ابيض شوف الاكسي نازل تسعة وتسعين اير والتقشيطات كل اللي قلبك يحبه لقيته بصراحة حبيت اكون مغربية يا جمال المغرب ولفسي المغربة وشيكت المغربة لو لو اكون مصرية لو ددت ان اكون مغربية بجد عندكم الحاجات حلوة كتير 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 اعدادكم حلوة اتقالتكم حلوة اتباعكم حلوة كل حاجة في المغربة بتعجبني حلوة 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 كتير ده بقى رد فعله مصرية شافت دخلت محل في اوروبا وشافت القفطان المغربي اللي كوكب لالله بيقول عليه جزائري ودخلت قالت الكلام اللي انتو سمعتو ده لقالت بقى القفطان ده اصله مصري ولا قالت ده بتاعنا ولا ده ديالنا ولا كل شي ديالنا ولا احنا احسن ولا قالت الكلام ده خلص دي قالت مثل يعني كان يعني من الجمل الشهيرة جدا اللي انتو اكيد كلكوا عارفينها لو لم اكن مصريا لو ددت وانا اكون مصريا هي قالت لو ددت وانا اكون مغربية يعني ده مش تقليل من مصر طبعا ولكن ده بيبين حبها للمغرب وبيبين حب مصريين كتير رقيم من جواهم للمغرب اكيد فيه ناس بتركب على الموجة واكيد فيه ناس احنا عارفينهم كويس وانا قلت لك عليهم قبل كده ولكن فيه فئة فعلا بتحب المملكة المغربية وفعلا بتحب المغربة وكلامهم دايما كويس على المغرب ومش عيب ابدا ولا يقلل مني ولا يقلل من بلدي ان انا لما شوف المغربة جمال في حاجة متفوقين في حاجة اشوف شعب راقي وطيب زي الشعب المغربي اتكلم عليه بصدق واقول المميزات اللي عنده وامدح فيه مش عيب ولا يقلل مني ولا حرام تعال نشوف كمان فيه ضيف في برنامج مصري قلقي برضو وبعدين نكمل كلامنا المغرب استطاع ان يضع الطابع في كل العالم وانه عندما نتكلم مثلا عن القفطان فنعرف انه المغرب عندما نتكلم عن الكسكس فنعلم انه المغرب فالمغرب نجح في ذلك عندما نتكلم عن القفطان بنيعرف انه المغرب عندما نتكلم عن الكسكس بنيعرف انه المغرب عندما نتكلم عن الزليش بنيعرف انه المغرب فيه مئة الف حاجة بنعرف منها انه ده المملكة المغربية ده تراث المغربة ده عراقة المغربة مش واحد يطلع يخنشل كل حاجة ويقولك ده بتاعتنا احنا كوكب لالا والمغربة واخدنا مننا حاجة يعني بتبين قد ايه انت كمصري عندك تشبع حضاري وراجل عندك حضارة وتاريخ فبتتعامل مع خوك المغربي اللي هو عنده حضارة وتاريخ فبتقوله برافو عليك فحاتك بتمدع فيه بتشكر فيه عادي جدا ما فيهاش حاجة تقلل منك ولا من بلدك يعني ببقى فرحان جدا لما بشوف رموز او امثلة زي دي بتمدع في المغربة وبتتكلم بتقول الحقيقة وبتقول ان المغربة عندهم تاريخ وتراث وبتعترف بتاريخ المغربة العظيم الكبير قوي اللي فيه ناس كتير لسه للأسف مش عارفها ده كوم بقى اللي احنا شوفنا ده ونشوف بقى قناة قناة العربية تقريبا قناة العربية السعودية للأسف القناة خنشلة الزليج المغربي فجأة كده وطلعين واحد انا توقعات ان هو مراسل جزائري بيقولي كلام اللي انتم هتشوفوا ده الزليج فنن جزائريا اصيل في عاصمة الزيانية مدينة الامسان وفي باقي ربوع الوطن وفنن نتمنى ان يحافظ عليه ويتم يحياءه يا بشا انا لفت في المغرب كتير اوي الزليج موجود في كل حد طول ما انا ماشي مع اخويا معاذ واخويا محمود واخويا هاكل بوز واخنا ماشيين عمال يقولي بوس الزليج المغربي هو بوس الزليج في كل حد ازاي بقى جزائري وازاي بتطلعوه في قنوات تتكلموا على انه جزائري والله ما بقادر افهم يا جماعة الزليج اي حد مش عارف اي حد مصري بيتفرج علي اي حد مش مغربي بتفرج علي يا جماعة الزليج مغربي اي قناة او جهة اعلامية او مراسلين يطلعوا يقولوا لكم انه الزليج جزائري ده مش حقيقي ده تغيير للحقائق الزليج هو طراف وفن مغربي اصيل تابع للمملكة المغربية اي حد يقول لكم حاجة غير كده اعرفوا ان هو بيحور عليكم معرفش ليه بقى ايه هدفه في التحوير ده انا معرفش فمش معقولة يا جماعة يعني بقت الحكاية فيها مبالغة غير طبيعية ان انا نلاقي كمان قنوات مش جزائرية تطلع تقول ان الحاجات المغربية مش مغربية يعني الامور دي مستفزة جدا للبني ادم اللي بيحب بلد زي المغرب كده بيحب اهل الكرم زي المغربة ومخلص في حبه ليهم فيزعل من حاجة زي دي ممكن واحد تاني نفض يقول لك انا مال انا هو جاعد دماغي انما بصراع الحاجات دي بتستفزني فياريت يا جماعة ان اتقصى الحقائق قبل ما نطلع نقول انه ده جزائري وده جزائري نعرف ان احنا نتكلم عليه ده تاريخ بلاد محترمة وكبيرة عراقة بلاد محترمة وكبيرة طراثهم اللي من حقهم يدفع عنه فبلاش ننسب حاجات بتاعت حد لحد تاني رجاء يعني فمستنت علي قد تقولوا ايه رأيكم في الكلام ده في الكلام المصرية اللي في الاول اللي قالت لو لم اكن مصرية لو دتوا انا اكون مغربية وفي المذيع او الضيف البرنامج اللي قال انه المغرب نجح في انه يبقى عنده حاجات الناس تقول اسمها بس تقول ده المغرب ودي حاجة كبيرة جدا وجميلة جدا وتدل على عراقة وحضارة هذا الشعب والتالت اللي قناة مطلعه يقول انه زليش جزئي انا مش عارف بصراحة احنا بنتعامل مع ايه لان الله في كوكب لا الله قبل منهي الحلقة دي عايز اقولكو على حاجة مهمة جدا انا بعمل قناة تانية اسمها بلاك ماجدي تو لانه واضح ان فيه تبلغات كتير على قناتي الاولى وواضح انه في مشكلة في قناتي الاولى فانا برضو هنزل على دي وعلى دي يعني مش هقفل القناة دي لكن هستمر في دي وفي دي لحد ما نشوف هل المشكلة في القناة دي ولا المشكلة فين بالزبط فعمل قناة اسمها بلاك ماجدي تو هبقى احطلكو في المنتدى هنا في القناة فيديوهات منها عشان تبقوا تعرفوا ان دي برضو بتاعتي انا اي حاجة تانية اي قناة تانية غير لتنين دول اللي هي اللي انتوا عليها دلوقتي وبلاك ماجدي تو مش بتاعتي يعني لو حد حط حاجة باسم يقولوكو ده انا الفرعون المغربي ده مش انا لانه في صفحات كتير بتتعمل وبيبتدوا يشتموا او قنوات بتتعمل وبيبتدوا يشتموا في المغرب على انهم انا ما عرفش ازا بس مش بصورتي طبعا حطوا صورتي بس في البروفايل لكن بنزله بقى بوست شتيمة وكده طبعا اي حد يشوف بوست شتيمة في المغرب يعرف انه مش انا المهم يعني بشكركم مرة اخرى شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا اشكرك على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي بتكتبوها اللي هي فوق راسي من فوق وان شاء الله باذن الله اي حد يحاول ينسب حاجة مغربية لنفسه او لبلاده هنكشفه بكل بساطة وسهولة من غير ما نقلل ادبنا ومن غير ما نغلط فيه هنكشف الحقيقة لانه واجب او حق المغربة علي انه لما شو انا بطلع ساعات اعمل حاجات كوميديا وندحك ونهزر بس لما شوف حاجة بكل بجاحة بتنسب حاجة مغربية وبتنسب لبلد تانية سواء بقى البلد دي الجزائر او غير الجزائر انا مش مشكلتي مع الجزائري انا مشكلتي في اللي بياخد تراث المغرب اين كان بقى هو جزائري مالي نرويجي اي حاجة فهطلع ارد عليه على طول ووضح الحقيقة في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزاف حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب وكالعادة لنا الله في كوكب لالة سلام انا الاحمر والنجمة الخضراء انا اسد الاطلس انا مالك الصحراء وسيدها انا قلب الاسد هنا اكتشفت اول مجوهرات في التاريخ هنا شيدت اقدم جامعة بالعالم انا مبتع القفطان ومبتكر الزليج انا من كسرت شوكة العثمانيين انا تاريخ كبير انا القوي العتيد انا القريب والبعيد انا الكرم والجود انا الاحمر والنجمة الخضراء انا المغرب انا اذا انا م legitimate انا 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 حضر الله اشتركوا في القناة